قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس هناك حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبئنا بهذه الحالة التي نعيشها نحن الآن قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال الصحابة رضي الله عنهم مستغربين متعجبين أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قال الصحابة وما الوهن يا رسول الله الصحابة عرب أقهاح يعلمون المعنى اللغوي للوهن لكن أرادوا أن يستفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المعنى الشرعي الذي يرمي إليه عليه الصلاة والسلام قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت إذن هذا الحديث ينبئنا أنه يأتي على الأمة زمان سوف تنزع منها تلك المهابة التي كان قد جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب عدوها أي إذا سمعوا بالمسلمين قادمين سواء عسكريا واقتصاديا أو علميا أو حتى على مستوى الأفراد فقد جعل الله سبحانه وتعالى مهابة خاصة لأهل الإسلام أفراد ومجتمعات في صدور الأعداء لكن بسبب هذه الحالة الإنهزامية التي تعيشها الأمة الآن بسبب هذين الأمرين الذين هما حب الدنيا وكراهية الموت هذان الأمران كانا سببا مباشرا في نزع هذه المهابة من صدور الأعداء بل عوقبت الأمة بأن قذف الحق سبحانه وتعالى في قلوب أفرادها الوهن طبعا دائما نتكلم على وجه العموم وإلا فالاستثناءات هذه لا تلغي القاعدة لو تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَقَذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الوهن القذف هو الإلقاء بشدة يعني لو أردنا أن نضرب لذلك مثالا مثلا عندما يبدأ البناء في إقامة حائط أو جدار ويريد أن يجمع بين اللبنات يريد أن يجمع بينها بالإسمنت فمدام الإسمنت رطبا مبتلا فهو يأخذه ويقذفه قذف الإسمنت هذا يجعله يدخل في كل الشقوق والثنايا المتواجدة بين هذه اللبنات إذن قذف الوهن في قلوب الناس يعني بسبب تعلقهم بالدنيا وبسبب كراهيتهم للموت فإن هذا الوهن يتغلغل في داخل ثنايا القلب فيملأه إذن من أين تأتي العزة التي قال عنها الحق سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذن هذا الداء العضال الذي هو محبة الدنيا من الأسباب العلاجية لدفع الهزيمة النفسية هو ابتداء هو أن نبدأ باستلال حب الدنيا من قلوبنا المعادلة التي يعني يصعب على عدد من الناس موازنتها هي أنهم يتصورهم للخروج من ربقة الدنيا وأسرها إما أنهم يقولون هذا أمر مستحيل فيوغلون في الدنيا بملذاتها ويشيب عارضاء الرجل في الإسلام وهو لا يدري ولا يهمه أمن حلال يطعم أمن حرام في الواجهة الأخرى أشخاص قالوا الدنيا مذمومة لذاتها وكل ما من شأنه يمت للدنيا بصلة فهو مذموم فاعتزلوا الدنيا كلها وتركوا مدمار الابتلاء ومدمار المدافعة الذي قال عنه حق سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس معضهم ببعض لفسدت الأرض وفي الصورة الأخرى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير إذن هذه السنة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس أيضا من أجلها التي هي سنة التدافع حتى تقوم للإسلام قائمة هؤلاء لعنوا الدنيا بما فيها واعتزلوها وقالوا نزهد في بعض الأمور حتى أنهم حرموا على أنفسهم أمورا أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده بسبب هذا التصور الخاطئ والمسلم يسير على الخطى التي رسمها له القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لا إفراط ولا تفريط لا غلوة ولا تميع لذلك المؤمن كيف يتعامل مع الدنيا إنما يأخذ من الدنيا ما يسير به إلى الله سبحانه وتعالى هل يأخذ منها القليل هل يأخذ منها الكثير يأخذ من الدنيا ما يعينه على سيره إلى الله سبحانه وتعالى من الناس من أخذه من الدنيا بقدر يسير قليل هذا يعينه على السير إلى الله فإن أخذ منها الكثير ضاع في دروبها ووجد نفسه بين مسالك الحرام لا يستطيع الخروج منها وبين أفراد أو مؤسسات أو أشخاص آخرين هؤلاء إنما يصلحهم ويصلحونهم بالأخذ من الدنيا بحظ وافر طبعا مع مراعاة الآداب الشرعية والقواعد الدينية فالدنيا ليست مذمومة لذاتها وإلا لما خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها نحن نريد أن نفوز بجنة رب العالمين لكن أين نعد العمل الذي بسببه ننال رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة إلا ما نعده في الدنيا إذن هذه الدنيا في حد ذاتها ليست مذمومة لكن الإغراق فيها هو الذي يقعنا في هذا الفخ بسبب الإغراق في الدنيا يجد العبد نفسه يعني على مستوى ما قد يصطلح عليه باللغة الحادثة على مستوى الاستهلاك يجد نفسه أنه قد دخل في وتيرة معينة من الاستهلاك يصعب معه في حال الابتلاء أن يتنازل عن هذا العيش الرغيد الذي ألفه لذلك إذا وقع له ابتلاء في مكسبه الحلال فإنه يسارع لتعويضه من باب الحرام وفي بعض الأحيان وهذا هو الأقبح في بعض الأحيان قد يحاول أن يجد لذلك المكسب الحرام مسوغا فتجده يعني يجمل الرشوة فيسميها هدية أو أعطية يجمل مثلا بعض الهدايا التي تأتي من بعض الجهات لتكمم فمه إن كان رجلا من الذين يصدعون بالحق ويعلمون الناس ويكونون رموزا يقتدي بها المسلمون فيحاول بعض الجهات المعادية للإسلام أن تكمم فمه ليس بالشكل القسري لكن بتليينه عن طريق تطميعه إن صح التعبير في الدنيا فكما يروى عن بعض الصالحين أنه كان رجلا صداعا بالحق وأراد الخليفة الذي كان في ذلك الزمان أراد أن يستميله إليه فلما سأل عنه قال له يعني تأتينا وتغشان في مجلسنا إلى غير ذلك قال له ذلك العالم أطلب منك طلبا واحدا فقط إن قلته لك تؤمنني على حياتي قال أمناك على حياتك واطلب ما شئت قال له طلبي لك هو أن لا تدعوني إلى مجلسك إذا لم آتي إليك من نفسي والشق الثاني من الطلب إذا لم أطلب منك مالا فلا ترسله إليه ماذا يعلم ما يدل هذا يدل هذا على أن هذا العالم أراد أن يبقى مستقلا عن أمور من الدنيا زائدة عن حاجته هو وفوق هذا هذه الأمور قد تعيق مساره الذي اختاره لتربية الناس وتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى عالم آخر يأتيه الخليفة في موسم الحج في بيت الله الحرام يقول له قد علمنا منك هذا الخير وتعليم الناس وكيت وكيت فإسأل ما شئت فقال له ذلك العالم أمن أمور الدنيا أمن أمور الآخرة قال له أنت تعلم أن أمور الآخرة ليست بيدي إنما إن أردت أنت ستسأل شيئا من أمور الدنيا قال والله لم أسأله سبحانه أمور الدنيا وأنا في بيته أسأل غيره وأنا في حرمه فتوقف الحاكم ثم انتظر حتى خرج العالم من الحرم إلى الحل فتبعه فقال له أنت الآن خارج الحرم وخارج المسجد فسألني من أمور الدنيا انظر إلى حرص هذا الحاكم على استمالة هذا العالم فقال له والله إني كنت أستحي أن أسأل ربي أمور الدنيا وأنا في بيته أسأل غيره أمور الدنيا وأنا خارج بيته فعلم الحاكم أنه لا سبيل له لاستمالة هذا العالم وكان ذلك الحاكم معروفا باستمالة العلماء حتى يعني يزيغهم عن سراط الله المستقيم لكي يفتوه بغير ما أنزر الله سبحانه وتعالى قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس